حيث ارتفعت نسبة الرطوبة لنهار اليوم وصلت إلى 70% ويرتقب أن تنزل إلى 60% في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال وإن ترتفع من جديد في حدود تاسعة ليلة من نهار اليوم إلى 80% حضرت مصالح الأرصادية الجوية صباحة اليوم في تنبيه لها من الدرجة الأولى من سقوط أمطار رعضية غزيرة على كل من ولاية تامنراست، سوق هراست، أملب واقيت، بسة، خنشلة، باتنة، وبسكرة وهذا بداية من ساعة التاسعة ليلة من نهار اليوم الجمعة لتستمر إلى غاية فجر يوم غدا السبت وحضرت أيضا مصالح الأرصادية الجوية في تنبيه آخر من سقوط أمطار رعضية غزيرة بكل من ولاية بشار جنوب تامنراست وجنوب أدرار بداية من منتصف نهار اليوم الجمعة لتستمر إلى غاية منتصف الليلة ترجمة نانسي قنقر